موسيقى دايما الحلقات اللي بيكون فيها امرأة تفرق معايا بشكل كبير جدا مش هايزة اقبالهم بس واقول امرأة وبتاع بس يعني الست مختلفة في الرياضة مختلفة تحطها في اي مجال هي مختلفة فالحلقات اللي بيكون فيها بجد بنات انا لأ انا بتبقى من نسبالي الحلقة بقى بالدنيا وما فيها احلى حلقات بقدمها في حياتي الحلقات اللي مع بنات بس النهاردة انا عندي بنتين بقى متعددين المواهب يعني فيهم واحدة بجد الحلقة النهاردة ما تتفوتش من كتر جمالها وهاقول لكم ايه المفاجأة اللي عندها واتنين بقى من اتقل اللعيبة في مصر بجد يعني صفقتين الزمالك قدر يخلصيهم وبجد هيكونوا اضافة قوية جدا 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 لسيدات يد الزمالك منوارني وشرفني النهاردة نورة محمود سعيل فول يا نورة منوارة دوني ربنا خليكي وكمان مايار سامي منوارة دوني نورة يا لقيرا والله ربنا يخليكي انا سعيدة جدا بتوجدكم معي عايزين نفك كده الدنيا فيها شكوصوف خالص كان انا عايزين مع بعض في البيت يعني نريح كده والدنيا بسيطة ما فيش حاجة خالص يعني نورة انا في البداية برحب بيكي على قناة نادي الزمالك وبباركلك لانتقالك لنادي الزمالك بالتأكيد عايزك تقولي لي ايش عورك بقى بعد انضمامك لنادي الزمالك بصراحة الدنيا في نادي الزمالك مختلفة تماما فترة الاعداد فترة جمدة جدا واحنا مستفيدين قوي ومعانا كابتن قاسم كابتن قاسم بصراحة بيصلح لنا كل اخطأنا ومش سايبنا خالص ولا يعني احنا انا مابسوطة قوي عن نفسي انا مابسوطة جدا وبيعز فترة الاعداد بشكل اه اه اعزها بشكل جاري بقى في الراملة وخلص اكسب وان شاء الله ربنا هيكرم مش كده لا بيعزها قوي يعني صحيح طيب ميار طبعا بباركلك على انضمامك لنادي الزمالك وقليلي كان شؤورك ايه اول منضمتي الفريق والله هو الفريق كله من اول يوم دخلنا النادي لحد دلوقتي الترحيب كل حاجة محتاجينها بيعملوها لنا البنات مبسوطين بنا جدا الجهاز الفني نفسه كل حاجة احنا بنطلبها بتحصل كل حاجة موجودة حتى كابتن احمد مرتضى جنب نفسه وسلم علينا واستقبلنا وقلينا محتاجين اي حاجة كلموني ففعلا احنا مبسوطين جدا مع النادي الزمالك طيب خليني ابدأ مع نورة وهرجعلك تانية ميار ففكرة انه المفاوضات تمت ازاي انتوا من نادي التيران صح كده انا عايز اقولكم ان اولادي بيلعبوا في نادي التيران بس الفرق الصوانانة باقي اه اه اقوليني المفاوضات بدأت معك ازاي اه وكابتن احم كلمني وقال لي يعني ان انا هنضم النادي الزمالك بس وبعد كده تفاوض مع النادي بس واحنا صمع ايا بصراحة كانت فرصة بالنسبة لي كبيرة جدا فرصة كويسة جدا ان انا انضم النادي الزمالي خصوصا انهما بينفسوا على طول على بطولات فدي كت حاجة طبعا بالنسبة لي كويسة جدا صحيح اقوليني انت مركزك ايه هاوف وباكليفت هاوف وباكليفت اوكي مايور المفاوضات خدت وقت معك يا قدي لان اكيد المفاوضات كانت معك انت ونورة في نفس التوقيت او بس لا انا الموضوع بدأ معايا من سنتين اوكي قبل دلوقتي وكان كابتن احم كلمني من سنتين بس يعني عندي ادارة النادي ما كانتش موافقة بانتقالي اللعيبة في الوقت ده وطبعا طول فترة السنتين كابتن احم كان على تواصل معايا واول ما جي الوقت استنادي ان ينفع امشي من النادي بتاعي على طول الزمالك خلص فينا ونورة على طول ودخلنا في الفرقة يعني باسرع وقت ممكن صحيح خلينا نتكلم عن انجازاتكم على المنتخب نورة انت منتخب 2002 2002 منتخب 2002 برضو وليه عملتوا ايه على المصاول الافريكي وعالمصاول العالم خدنا اول افريكيا والبطولة الفاتت خدنا تاني افريكيا خدنا تالية بحرى متوسط يعني عملنا انجاز بشكل كويس نورة بالمناسبة وهي تكلم عارف الفاصل فبتقول لي بصي احنا ما عملناش حاجة قوي يعني اصلنا خدنا يعني في بطولة العالم مقدرناش نعمل حاجة قوي بس احنا واخدين اول افريكي قلت احبتي ده كفاية اللي بتحسسيني ان احبتي دورة رمضانية ده بطولة افريكيا افتخلي كده وفراحي يعني ده انجاز كبير يعني مش قليل فيعني كدت بتتكلم على انجازها اللي هو لا بصص فيه وانتخبت جابت احسن نقمس ده انجاز ده انجاز كبير احنا كان عندنا احسن بكتير قوي كنا يعني احنا كان جوانا كنا نعمل حاجة كويسة بس يعني الحمد لله رب انا مقردش تعالف انا بقول كده ليه لان احنا فعلا في الهنبول على مستوى السيدات والبنات والنشئات يعني وصلنا للحتة تانية خالص احنا كان على ايامنا مش بعيد قوي انا عمالة اقول الايام ما تحسي الان في ايه سطر يارب لأ يعني بس كان بجد على ايام ما فيش منتخب اصلا ويتكون تجمعتين كده وخلاص والدنيا كانت صعبة قوي وما كانش بتوفر نفس الامكانيات بس حتى الجميل عندكم الوقوع لما توفر لوكم الامكانيات لأ بتعمله انجازات محترمة يعني ماير قالي لي عملت ايه مع منتخبك انت منتخب اه منتخب 98 98 احنا خدنا اول افريقيا وخدنا تسع عالم موصول الله تاني مرة خدنا تاني افريقيا بس اخر كاس عالم كان عندنا اصابات كتير فمعرفنش حق حاجة اه اوكي تمام طيب لما جيه اتعرض عليك انك تبقي في نادي الزمالك هو فكرة انت اكيد نادي الطيران بتربية فيه من وانت صغيرة صح وجمد بيتك صح كنت في نادي نادي ناصر القلب على كهرات الطيران بس نفس الناحية دي لها بعد الكوبري دي لها بزنة ناصر والواصر الجديدة وكل الكلام ده ولكن انت بتربية في الحطة اللي هناك لما قالولك بقى هتنتقل لها نادي الزمالك كان التفكير ازاي اكيد تخضيتي شفايا اه بصراحة بصراحة المشوار بعيد جدا انا بدم بشوار بقى دايما او مايور بنروح سوار او المشوار بعيد قوي يعنينا بس يعني لازم برضو بنتنازل على الحاجات علشان نوصل لحاجات انتوا بتسوقوا صحا واحدة بقى يعني كل واحدة تراهلت ناني يوم بقى انت عارفة على فكرة كان عندنا في في الدرجة الاولى ولاد برضو كانوا الجزء بتاع التجمع ده معروفة يعني الجزء بتاع التجمع اللي هو الدرع وولوكا ومودي وكانوا كل واحد يسوق يوم يعني ما بيروحوش كلهم بالعربيات في نفس اليوم فده تفكير حلو عشان حتى تريحوا رجليك وكده سواء سواء كمان بتاخد وقت طيب مهار قولي ليه اول ما تعرض عليك ينجي الزمالك انتوا ليكوا صحاب بقى في الفرقة ولا الدنيا كانت صعبة وخايفين وكده هو في بنات الزمالك انا قريدي من سنتين نزلت اطمار معهم فترة فانا عارفاهم هم حقيقي ما دوناش الفرصة ان احنا نحس بالجربة في الفرقة كدارة او كبنات يعني هم على طول احتضنونا ودخلونا فسطيهم ويعني ما حسناش ان احنا بعيدا عنهم قريدي عارفة ناس منهم كمان ممكن في المنتخب انا كان معايا اربعة او تقريبتها في المنتخب اصلا كمصحابي واستيل صحابي يعني فالنورة ده كان قلزت شوية ان خلاص ان احنا داخلين في ناس عارفين هم وكاوة بصراحة لفرقتهم لها اه صرايحية يومنا حبيبة جلال مريم عمر ناس دي كلها ايوة ايوة طب ده شيء عاصم حسيتوش بغربة نورة انت كوليت ايه بيزنس ميار خريجت تبقى سنين يا حبيبتي لا يعني بتتعبي في الرياضة وفي الدراسة مسانتو خلاص انتو الاتنين اتخرجتو لا انا لسه دخلة تانية جواه اه اوكي سوالنا انا اتخرجت خلاص انا تمام طيب حلو اه 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 ازاي يعني اول اول ما روحت بقى اول تمرينة في النادي اه نورة كانت الدنيا عاملة ازاي مهو برضو انا بيبقى في نادي اه متربية فيه او قاعدة فيه فترة طويلة وفجأة انا بغير وبروح صالة جديدة ومكان جديد حتى لو الناس هناك صحابي وبي والجوة عندنا اسري قوي في نادي الزمالك وكل الكلام ده بس التمرين كان عاملة ازاي اه هو اول مرة روحت كان من امتى اصلا اول تمرينة ليك وكاته امتى من اسبوعين مثلا تمام اول تمام روحت كنت متوترة قوي ولو يعني راح على فرقة جديدة وكل حاجة جديدة بس بصراحة ساعدني اكتر برضو الفرقة يعني كانوا كل شوية حد يقولي لأ عادي انت هنا اعتبر نفسك في فرقتك وما فيش حاجة وكده حتى كنت نقاسم اصلا فاول تمرينة روحت وكده عرفني على الفرقة وقال يعني ان الدنيا هنا رزيزة وكده بس فهو الفرقة كانت مرحبة بنا قوي اه يمكن التدريبات بتاعتكو اه 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 جميلة اخواني دي جميلة اوشي اه هي عندها كم سنة اه ما عرفش بس هيها تقريبا في اخر العشرينات اوكي وعاملة ازاي دخلة في الاجواء ازاي دخلة في الاجواء يعني لو ما في النجبه بنتعامل بالاشارة فاحنا كده كده تتكلم ينجلس كان ينجلس بس اه اوكي اه بس هي جميلة جدا وبردو عيشارية كبه انت حسي اه علمتوا حاجة مصري ولا لش اه اه ده جاد اه والله انتدت تتكلم تقول يعيش يعيش هشوت اه هي مش حافظة جريتكلم من له يعيش وهشوت اه بس كده بس شوية شوية يعني كام شهر كده وهتلاقيها بتتكلم مصري حسن مننا اه طب حلو حلو اه اكد منه اه طب زي الفل كان معي برضو ماتيو جرالدة اللي هو المدير الفني للدرجة الاولى رجال قعد برضو تتكلم معي في فكرة لما جيب قعدت بقى تتكلم معي وطب وانت عرفت ايه اه كلمات مصري قعد يقول لي يلا زي لاتس جو ومثلا وان شاء الله والحمد لله وعارف وعارف الحموس الشام الحلبسة لا لا الرجل كابتن الناس كان لسا يعني جايبنا بتين شوكي اه بس يعني اه عبتها اه اه بتين شوكي عم نقزة اللي قدام اه ايه اه عم نقزة ده ليه قصة عندنا كان في برا النادي والادارة جابوه اه وعملوله عربية جوه النادي عشان هو زمالكاوي وكده فا اه لا ادليك استعم عم نقزة واحلتين شوكي في الدنيا تكليم اه حقيقي طحفة طعمه جميل جدا اه بالزبط طيب اه خليني اكلم معيك يا نورة انت الواحد لما بيجي يلعب مثلا في طول الموسم وبيقدم مستوك كويس وبيقدر ان هو يتقلق مع فريقه في البطولات المحلية بيبقى بيفكر يمكن انتوا لسه معاشتوش الجودة عشان تقول ردي كنتوا لسه في منتخبات يعني لكن خلاص لما سنكو هيجي الدرجة الاولى ويبقاش فيه منتخب درجة اولى هتبقى حاسة ان انا طول الموسم بلعب ومش عارفة في الاخر فيش منتخب استقبلتي ازاي اه قرار ان بقى فيه منتخب درجة اولى بصراحة دي حاجة كويسة جدا يعني دي خطوة كويسة جدا قوي من الاتحاد ان هو خاص اخيرا يعني كلنا كنا مستنين ده حتى لما انا كنت في منتخب اه احنا كلنا كنا مستنين ان فعلا ياخدوا خطوة ان فيه منتخب درجة اولى بصراحة ده بقى هدف جديد خالص كل واحد كل فترة كل واحد بقى ليه هدف انا كان هدفي ساعتها منتخبي بس لقتي طبعا هدفي ان انا ادخل يعني هدفينا نعف منتخب درجة اولى خلاص منتخبكو بقى اه خلاص خلاص بس ففصراحة في حاجة كويسة جدا وكله بقى هيبقى خلاص فيه هدف احنا منلعب الهدف ان احنا يعني مش بس نشارك لأ احنا هنعمل حاجة ان شاء الله كويسة قوي على تاريخ البنات طبعا طبعا بيفرق بشكل كبير طيب مايار قولي لي استقبلت الخبر ده ازاي احنا يعني انا عن نفسي والله بجد التمرنتين اللي بعد الخبر انا حاسة اللي انا عايزة اشتغل عن نفسي اكتر عايزة لعب اكتر لا اعايزة الحق يعني دي حاجة احنا مستنينها بقى لها كتير بقى لها كتير بيدين احنا عندنا على مختلف الاجيال كلها عناصر تستحق انه يكون في منتخب اول فهو طبعا قرار هو بساطنا كلنا يعني هو كام يوم دول كل البنات اللي بتلعب عند بول ما بتتكلمش جل في موضوع المنتخب الاول دي حقيقة طبعا فاحنا مبسوطين جدا جدا من الموضوع ده وموضوع بقى فيه passion اللي واحد بيلعب عشان وانا عايزة ادخل للمنتخب انا عايزة لعب افريقيا عايزة لعب كاسعالم بزبط ده انا وانا بعمل الانترو هنا لما كان عشان انا بقى اجيلي كان نفسنا يبقى لنا منتخب وندخل المنتخب والكلام ده قلت انا خلاص ملحتش بس الحمد لله انا بشارك حتى اني عشت وانا بعلن الخبر ده يعني الحمد لله اه 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 بس بجد بجد احنا مبسوطين جدا جدا بالقرار ده واعتقد ان كل البنات اللي هتنضم للمنتخب هتكون قد المسئولية واحنا قادرين ان احنا دوريا نشارك في الموضوع طبعا طبعا ده هيفرق بشكل كبير جدا اه نورة انا عارفة ان اختك في 2004 اه هي 2006 اسمها ايه شروق شروق محمود اه طيب قوليلي عاملة ايه مع المنتخب والاجواء عاملة ازاي هناك هم ما شاء الله بيعملوا انجاز تاريخي غير مسبوق يعني فكرة انهم يا ربنا يبرك لهم يا رب و بكرة بإذن الله يكسبوا ويوصلوا دور الاربعة بتالي ما يرى انتوا يعني يمكن انتوا اكتر فريق لما خدتوا تاسع ده كان اكتر حاجة وده انجاز برضو محترم جدا لحد وقت بالتأكيد طيب انه هم بتكلمكم بتقولكم ايه عايشين الاجواء ازاي هم صراحة الفرقة كلها هم حاطين في دماغهم ان هم هيعملوا حاجة يعني هم رايحين هم هيعملوا حاجة كويسة فعلا وهيعملوا حاجة ما حدش عملها قبل كده وهما بصراحة الفرقة كلها بتحب بعض وكويس يعني هم من جواهم لأ هم لأ عايزين يعملوا حاجة ويدي حاجة كويسة بس همش عافين نتكلمها يعني بصراحة بس يعني بتحاول لا بس طب قولولي انتوا انتوا عارفين اكتر او انتوا متابعين اكتر لمنتخبات البنات قولي يا مايار منتخب الماجر بكرة فرصتهم قدامه قد ايه يعني منتخب تقيل اوي ولا يعني زي البرتغال ولا اقوى منتخب الماجر في جيلنا حتى في 98 اول مرة لعبنام كاس عالم احنا كسبناهم ما كانوش احسن حاجة بس هم منتخب بيتطور بصورة مش طبيعية اوكي تاني بطولة عالم بعد يب سنتين خدوا اول عالم اوكي ربنا يطمنك فهم اقوية جدا وبيشتغلوا على نفسهم فهم انا بشوف ان الماجر من اقوى المنتخبات الموجودة حاليا اوكي على الاجيال كلها مش على جيل 2004 يعني هو على كل الاجيال منتخب الماجر من اقوى المنتخبات ايه ايه خد فترة طويلة كمان كان بالنسبة للرجال برضو كان منتخب تقيل جدا وكانت المباريات قدامه مش اسهل حاجة ابدا طيب شايفين انه طيب تم تكوين منتخب محتاجين وقت قد ايه وانا حاسة ان مش هيبقى كتير يعني علشان نبقى زي منتخب الرجال واحنا احنا زيهم في كل حاجة لا بصي لو بنحيزة للمرأة اي حاجة بصي لو بنعمل ايه لو بنعمل طائرات ورق احنا هيلين ومفيش زيهم ايوا ده كده كده خالص بالزكتر لا ده نستعوز معايا بقى نتكلم عن حاضرة المرأة في يوم ايوا فأنا يعني انا متخيلة يعني ان بجد مع اول بطولة افريقية منتخب السيدات هيبهروا الناس وهيبقوا بيجيبوا البطولة انا احساسي كده لكن انت يقولي لانتو في قلب المطبخ بقى يعني انا عاود اقول هنا واقول والمرأة وانت عاو مسكوت لكن انتو في قلب المطبخ قولي لما يبقى فيه منتخب سيدات التونية تبقى ماشية ازاي عاملة ازاي نقدر نعمل ايه احنا لا ان شاء الله انا يبقى حاجة كويسة عشان فيه عناصر كتير قوي قوي بجد عناصر جامدة لا عناصر تستحق ان يبقى فيه منتخب وغير كده احنا اصلا في فترة يعني كل النواد دي في فترة اعداد وعندنا الدوري بقى قوي قوي عن الاول لا بقى فيه منفسة كبيرة قوي والسيزن ده يعني ان شاء الله يبقى فيه منفسة اكبر بس فلا يعني ان شاء الله هنعمل يعني المنتخب لا هيعمل حاجة وهنوصل لحاجة كويسة رفع لك يا هو فعلا فكرة ان المنتخبات السنادي الفرق السنادي مع الصفقات مع انه فعلا الشمس اخدت دوري السنة اللي فاتت قابليها الاهلي الزمالك بينافس سموحة سبورتنج تحسي الدنيا كلها مش يعني ما فيش حد تحسي انه هو بعيد في المستوى لا كله بي زي ما بيقوله بلغة الرياضة كده بيضرب في بعضه في الموتشات وفي مفاجأات طول الوقت وده اكيد بيصب في مصلحة المنتخب حسن المنتخب ممكن يعمل ايه اول ما يتكون يا ما يعلم التارجد بتاعنا دلوقتي يعني هو للأسف الزمن المتبقنة على بطولة افريقيا غالبا ثلاث شهور او شهرين ونص ده الدرجة الاولى ده الدرجة الاولى سيدا في البطولة ان شاء الله في نوفمبر في نوفمبر فخلاص يعني ان شاء الله هنبذل مجهود وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه ناخد مركز فيها ان شاء الله نتأهل لكاس عالم الفترة بقى من مكسبنا في بطولة افريقيا لتأهل كاس عالم دي بقى الفترة ان المنتخب هيشتغل هم زي الولاد خمس منتخبات اول خمس منتخبات بيشاركوا في كاس العالم اخر حاجة لابنها كانت تأهل ثلاث منتخبات بس اه اوكي اه احنا يا شبابي اتأكدونا بالمعلومات دي انا عارفة ان على مستوى الرجال اول خمس منتخبات بيشاركوا في كاس العالم دايريكت يعني وكمان طبعا 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 اللي هيدفلين على المنتخب كتير البنات المحترفة طب برا يعني دول هيجوا اولا البنات هستفاد من اللعبة جنبهم هم هيساعدونا كتير او ان احنا ناخد مركز او ناخد بطولة اي صفقة احتراف لأي بنت بالدفلين احنا كمنتخب زي ما المحترفين في الرجال برضو عاملين فارق غير طبيعي في المنتخب فده بيرفل بشكل بير بتنقل خبراتك بقى وبيبقى عندك بيلعبوا مع كل احترامي وتقديري طبعا للدوري المصري لكن هم دورياتهم قوية جدا فبجيدي تنقل الخبرات دي وبتكون اضافة ليكم بالتأكيد طيب يعني روح بقى لمنتخب بالنشئات اللي اختك فيه شايفة اداءهم عامل ازاي لأ اداءهم كويس قوي يعني اداءهم كويس قوي ومركزين وكله مركز فبس المواصل الفات ما حصلش نصيب يعني الحمد لله بس لأ يعني هو المواصل الجاي انا حاسة ان هم يعملوا حاجة بس يعني انت شايفة ان هم لا الدنيا ماشية معاهم ماشيين بخطوات برضو هم كان يعني في معسكرات كتير وكده فلا هم ان شاء الله ربنا يكرمهم ويعملوا حاجة كوي المعسكرات فعلا فرقت معهم جدا طيب ما يرؤوا ليلي حاسة انهم يقدروا يعملوا ايه بك لا هم يقدروا يعملوا كتير انا اصلا قاعدة مبسوطة بتفرج على المواصلات مبسوطة احنا عندنا منتخب بالحلاوة والاداء وكمان مش احنا بس يعني الشعب مصري بس اللي شايف ان المنتخب بتاعه احسن حاجة هو الاتحاد الدولي نفسه من الشد بيهم البنات في الملعب لا مستقتلين صحيح عايزين يلعبوا على فاينل صحيح تدفلنا طبعا يعني كل ما يكون عندنا منتخب قوي بالاول ما سمعتيش مثلا اول تجميع هتكون امتى مين مرشحين من الزمالك من الكواليس كده لا ما نعرفش اي حاجة نفس اللي نعرفه ان الجهاز الفني والاداري والطبي الناس اللي هتبقى فيه هيتعرض الفترة الجاي ما تعرضش اسماء للجهاز الفني لسه لا ما فيش اي حاجة عايزة اعرف منك يا نورا لما دخلت بقى مع فريق الزمالك انت عارف ان هما دايما كانوا بيدخلوا دور الاربعة مثلا في الكاس دور الاربعة في الدوري جابوا تاني كاس قبل كده ومتواجدين في الدوري في دور الاربعة وكل الكلام ده تحسس سنيدي مع صفقتك وصفقة ميار والمحترفة وتوليفة البنات الامارات اللي زي الفل اللي موجودين قريتي من الاول شايف انهم يقدروا يعملوا ايه تقدروا تعملوا ايه مع بعض كده نا احنا ان شاء الله شعزين نحرامهم يعني بس ان شاء الله لأ اول يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله هنعمل حك كويسا ايه كلنا عايزين يعني كلنا بنتكلموا دا بوسي بقى انتوا بس جيبوا اول وانا الستوديو دا بوسي هنلاهاولكم وارد دانتوا اكتر احتفل بيها اكتر من فريق الكرة رجال ما بيحتفلوا بيه وهنا هنحتفل بيكم هنجيب لكم بقى تورطة قد الترابيزة قد الترابيزة دي هنعلق بقى كهارب وورود لا لا انتوا بس اكسبوا وتعالوا وفرقوا احنا هنعمل لكم ايه هنا في القناة احبكوا بحبكوا برتمي فريق اليد دا والسلة والطايرة على فكرة بس فريق اليد دا انا قضيت عشان احنا في 2009 لقوا عندنا الدرجة الاولى بنات وروحنا بقى انا روحت الجزيرة مثلا اصحابي راحوا فرق تانية واتفرقنا فوقتها اول بقى ما عملوا في 2020 درجة اولى بنات انا كنت حسن دا عيد بالنسبة لي قضيت سيبقى الفريق رجالة اهو اصلا يعني الفرقة متجمع بقى لها سنتين الفرقة مش نقصة حاجة هما البنات من غيرنا حقيقة عندهم كل الامكانيات اللي تخليهم ياخدوا اول صحيح فعلا كلها سرعة وقوة ومهارة كل حاجة صحيح بس ممكن نقول ان هما ما بياخدوش اول بسبب ان هما لسه متجمعين من سنتين فكذا كده ان شاء الله السنة دي احنا نبنلعب على مداليا مداليا اللي هي اول يا رب وان شاء الله نعمل حاجة جمهوري الزمالك كله يتبسط بيها يا رب الصفقات خلصت خلاص ولا لسه في صفقات تانية هو البنات اللي رايحة لا حد جاي تاني الفريق لا ما نعرفش يعني احنا نعرف ان انا ونورة والبنت المحترفة من بر مستوها ايه المحترفة نورة وليلي ومركز ايه وكده يعني مركز باكرايد اوكي ايوة ما هي كانت معانا في التدريبات هي جايبين صورتها الموضوع وبقاش ته هي باكرايد لأ مستوها كويس يعني هي هتضيف كتير قوي للفرقة هتلعب جنبك ايوة ايوة بقى هتضيف كتير قوي للفرقة ان شاء الله حالي وحالي طيب احنا بقى عندنا الاستاذة مايار دكتورة اسنان ايوة وفنانة وفنانة فانا عايزتي بقى تقوليلي الاول انت كنت في الاوبرا صح كده قوليلي بقى انا دخلت الهندبول والاوبرا مع المدرسة اه منوانا عندي خمس سنين اه كل حاجة الموضوع اللي هنا على فكرة يعني جي معايا صدفة بحتة يعني انو بتشعرف انها بغاني بس من كرة للمدرسة عرفت ان الصوتي حل وبعد كده رحت الاوبرا والاطوت اه على مثلا الخمسة وثلاثين كده ترتاح انا لسه متحت والله رجايينة هونجار على الخمسة وثلاثين ترتاح مثلا برضو بحس ان واحنا صغارين اه السن اللي هو بتاع خمس ست سنين لحد مثلا عشر اتناشر ده لازم يتبعدل يدخل كورسات وتدريبات ومدرسة اه لا يعني انا ولقبني بيعزف بيانو وديك كورس بيانو اه هبقى سمعك بوديك كورس بيانو برضو فنان في الوحوك انا بحب الفنانين بقدرهم والله ببقى ليهم حس فنان لا ومعليش ده مش اي تقدير ما يرى انا لما سمعتها في الفاصل سعتها شوية الواحدي وشوية معاك وانا بتمزج بصراح لا يعني هتبهركوا دلوقت وهتغني لنا مكرسوم اه نجني مكرسوم اه عشان غني حتة صغيرة كده يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة دليلة حب حلوة بألف ليل وليلة ألف ليل وليلة ألف ليل وليلة بكل العمر هو العمر غير ليلا زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة الله يا فنانة الله 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 أبهرتيني أبهرتيني والله العظيم موهوبة 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 وأنا متوقعين كمان في الوينج برايت هتبقي موهوبة كمان مسلك الأعلى مين؟ احمد الله طب هو أكرم يسري ما هو حلو في الوقت أكرم بس أحمد لهم قولي ليك مثلك الأعلى مين والله الدرح شوفت أنا عالي الدرح أكيد هو بصراحة في الهاف والباكليفت وبيلعب زيك هاف والباكليفت فأكيد لازم يكون هو مثلك الأعلى بنت أكيد هو فرير الرجال زمالك يعني كلهم ما شاء الله ما شاء الله ما فيش كده صحيح أوليليا نورة أقرب حد ليكي في الفرقة دلوقتي مين غير مايور غير مايور أقرب حد ليكي مين بس يوم يعني مفيش حد معين بس أقرب حد يعني ممكن دونيا دونيا عشور دونيا عشور صراياحية حبيبية جلال اللي أمكان معيكي في المنتخب دونيا ما كانت معينة بس يعني دول أكيد أنا أحب الفرقة كلها هم بجد هم فزاع وبنات جنيلة كده وبيور ويجننوا أنا بابوت فيهم كلهم طيب قل ليلي مين أقرب حد ليكي هم كلهم أنا بحبهم كلهم بس يعني ممكن نحنا كتير بنقف مع بعض عشان إحنا في مركز وبيحب فاطمة قوي أنا وفاطمة في مركز واحد فاطمة جلال فاطمة جلال صحيح كده؟ وفرقوا نورهان أسر نورهان أسر والبنات كلها حقيقي بجد كلهم جمال هم جمال ومرحبين بينا وعايزين كده يعني عندهم طارجة واحد تحسين هم يعني حقيقي لما دخل عليهم حتى ناس السنين اللي فاتت لأ هم من نوع اللي هو إحنا عايزين نكسب يعني مفيش بقى الجو بتاعي انت هتلعني مكاني طب ده مش عارفة إيش موجود لا مفيش الكلام ده ده بالعكس يعني أنا عن نفسي في الوينجرايت بشوت مش عارفة إيه فاطمة الزباطي لا أعملي لا مش عارفة إيه طب يلا تاني مش فاطمة لسه مكل البنات احنا كمان عشان لسه بدقين معهم فممكن نكون يعني لسه مش وصلين للمستوى بتاحهم فهم لا بيشدونا يلا يا جماعة يلا كملوا وبالعكس يعني في مركزك هو بجد اللي بيشجعك قوي مثلا سهيلة خالد في مركزي ساندي سهيلة دي أمار سهيلة دي جميلة سهيلة كمان سهيلة قريبة مني اه وصي ما كلهم بجد يعني بيش حد واحد معين احنا كلنا كلنا صحاب ايهم مش متقسمين لا لا احنا كلنا فرقة واحدة وكلنا بنحب بعض كلنا عطوهم مع بعض هم جميل اه ده حقيق دي حاجة اصلا اصلا هي ده اللي ساعدتنا قوي ان احنا ندخل في الفرقة وتخليننا خاصة احنا انا خاصة حسنا انا بموجودة بقالي كتير قوي يعني مش حسنا لسا دخل على الفرقة جديدة بالزبط بالزبط طيب قوليني يا ميار فترة الاعداد الرهيبة والعصيبة اللي هي العادي بعيدة عن الكابتن قسم هي اصلا صعبة ايهم يعني بجد الواحد بيبقى ايه لا بس شدي حلك ده فترة الاعداد دي اصلها ده دي اللي هتخليكي ايه عصان بيجري في المنازل لا بس جديد عاسم صعبها علينا اكتر يعني لا بطول عبروم يقولون لا لو ما اشتغلتيش في البدن ينسي بجدها هتوعي طول الموسم ده اللي هيخليكي عصان بقى طول الموسم اكتر فترة الوعي كان يعني بيحبها بشكل غير طبيعي بس انتو عاملين ايه في الفترة دي عبيد عبيد والله على طول كده والله يا عبيد اه احنا بنطلب لسه بتروحوا الجبل بقى والجري عن رملة وكده احنا على قبل كفل قاسم وفي فترة ترقوحة شوية اه احنا بنطلب فعلا بكده كفل قاسم لو زم عاد يدينا اجازة ادينا اجازة هو بيديكم كم يوم اجازة في الاسبوع والله على حسن اه هو ما فيش يعني كم يوم هو بيدينا يوم عشب اللي يوم التانية والساعة ستة تانية كده ممكن نخدش عائزة هو من نوع كمان سانة عرفية يعني دربني على فكرة ايوه مش بكبرك عشب بس لا بس هو من نوع اللي هو ايه هو كل حاجة يعني بتضحك كده وبالطريقة وبالهزار بيعرف يجيب الناس يعني لا واسق التمرين طريقته حتى بنعمل اللي هو عايزه وبيخلينا نعمل اللي هو عايزه بس باسلوب جميل باسلوب ضحك اللي هو التعبانة اهو خلاص بموت بس هكمل عشانه بس ايوه صح هو فعلا دي طريقته يعني من نوع اللي هو بجد ولا بقى من نوع اللي هو يزعق ولا يغلط في حد لا 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 سياسته في التدريب مختلف بيتعامل مع الناس بمنطلح ترامو وبالضحك يعني بياخد عينيكه هو أنا عارف هو طريقته كده كلهم ايه كابتن آسم كابتن عادت كابتن هيبة كابتن هيبة اه طبعا طبعا كابتن هيبة حسين اه وديل الإداري اه اه وكابتن أحمد هيسمت برد كابتن أحمد هيسمت احمد هيسمت مكر يش ده كان مع الدرجة الأولى كورة ايوه ده ده مش عادي يعني فعلا في الجهاز الفني لكارتيرون هو كان معاهم اللي هو قبل مستر فريرا هو كان معاهم وكان مدرب أحمال على أعلى مستوى وكان لعابة الكورة بتحبه بتقدره جدا وهو شاطر جدا جدا والده طبعا دكتور محمد عسلت ومش في الملعب بس يعني هما متابعين الجوة الملعب وبرا الملعب لو جالت ايه عملت ايه النهار ده جريت فانت تخلي معاك المدرب الأحمال بتاع كورة القدم شاولك أفتر بك شاولك أفتر بك فلا هما الجهاز كله عميين علينا حلقة كده عشان هما يطلقونا ان شاء الله على بداية الدوري أحسن حي كان يهات محترمة الإدارة بتوفرها لأن زمانك هو يعني أخرك معاك المدرب والدكتورة بتيجي على المطشاط لكن دلوقتي ببستي فيه جهاز فني وإداري وطبي وأحماله عارفة وإحنا من حي في الآخر وبصرهم كده بدبست فرقة الوحدة والله فرقة فرقة وهم فرقة فرقة الوحدة حقيقي وده مهم جدا بيحسسك أنه الناس واخد مجهودكم وأداءكم على محمل الجد بيعملوكم زي فرق الرجال وده في حد ذاته بيحمس وانت قاعدة بتعملي اي حاجة في الملعب فيه خمس ست كابات يلا برافو كملي ده دي كفاية ده دي كفاية أصلا كل حاجة متصورة صحيح حسن شاكر بيبقى من أول تبيل حد أخير بزا كله قاعد حقيقي صحيح هتمنى لإحنا من كناش حرقنا فترة الأعداد يا كفتن قاسم لا خالص اطلقا لا لا هو بجد من المدربين المجتهدين ومن أوائل الناس اللي بدأوا في الناس دي فترة الأعداد وانا استضافته وكلمت معا أكتر من مرة كان كلامه انه انا علشان أكون سابق بخطوة لازم أبدأ بقدري يعني لازم أبدأ عن الفرق التانية بقدري وكل الكلام ده طيب طموحكو ايه مع ندي الزمالك الطموح بقى يعني وحنا انا لما بكلمكو وانه عايزين نكسبو الكلام ده كله فانتو تقولولي ان شاء الله أول طموحكو ايه في كل البطولات بإذن الله أول أول ها بتهرق شمار مش جاه تهرق يا جماعة خلاص بقى ايش اه احنا بعد فترة الأعداد دي من أخدش أول اه احنا وحنا في الجبل بنقول احنا بجد لو ما جبناش أول يعني ممكن يعني ان شاء الله أول يعني يا جماعة لو ما جبناش أول اه اه انا كهرت اه اه اللي انت عايزين انا مختارش أغاني اغاني مكلسون تاني اغاني مكلسون تاني انت عمري المشكلة غاني انت عمري اللي شفتو اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني يا عمري ضايا يحسبو ازاي علي انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح وانت انت انت عمري لا فنن يا جماعة فنن والله انت بقولك ايه انت هتمتعيهم في الواسطر احنا هنغني بقى طول الليل هنمت هنمت طول الليل ولما نكسب نغنم نغنم شطرة براف شوفي سامعي كيف تنقسم مبسوط مني طيب انا في النهاية عايزة اخد منك كلمة نورة تقوليها وبعد كده اخد كلمة من ما يعرف كلمة كلمة الجماهير الزمالك كلمة الفريق الزمالك لطموحاتكم اي حاجة قولي دي اي حاجة لو عايز غنم انت كمان غنم ان شاء الله طموحاتنا عالية جدا وان شاء الله اول واحنا هنعمل حاجة كويسة جدا السيزن دا يعني حاجة كويسة يا عرب مايور اول حاجة اوجه كلمة للادارة كابتن قاسم كابتن احمد مرتضى كابتن حسن شاكر كابتن هبا كل الفريق الاداري بتاعنا ان شاء الله نكون عند حصط نظنكو واللي انتو عملتوه عشاننا ان شاء الله نردهلكو في المتشاط ونكون قد المسئولية اللي اتحطينا فيها تاني حاجة لكل الفرقة وكل البنات ان احنا بنحبهم جدا وانهم من غير ان حتى هم ياخدوا اول انهم فرقة فيها كل العناصر وان شاء الله احنا معاهم نعمل حاجة جمهور الزمالك كله يفتخر بيها ويتبسط بيها وان شاء الله نكون عند حصن نظن جمهور الزمالك بصوا انا سعيدة جدا جدا بتواجدكم معايا وانا بحب فرقة الدرجة الاولى بنات عندنا جدا جدا هم بنات زي الأمر ويجننهم وحقيقي اللي مفرحني اكتر انه حتى لما فيه صفقات جديدة جات لسه عجيب المحترفة شوفها برضو بطمن عليها كده بمترجم بقى منظم اه اه بيبقى فيه مترجم انه انا عجبني انه حتى لما فيه صفقات جات من برق شبههم شبههم في الاخلاق وشبههم في كل حاجة وجمال وانتو جمال جدا 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 فده اللي بسطني كلعيبة اكيد انتو كلعيبة على مستوى علي جدا مش انا اللي هقيمكم بالتأكيد ولكن الفكرة ان انا قاعد معايا بنات نفس البنات اللي عندنا فده انا مجدوا بيحبوكي قوي احنا قصلا لا دول بناتي دول كان في محاضرة بقى اه انتو هتعملوا كذا جميلة لا دول بناتي حبيبي حقيقة انا شرفتوني ونورتوني وان شاء الله المرة الجاية زي ما قلتلكم بقى كهارب وطرطة وكل حاجة لما تكسبوا عايز الاول ده وتعالوا شوفوا لا كاس ايه كاس والدرق والطرطة انتو كسبوا بس وتعالوا وريكم احنا هنعملوكم اينا في القناة نورتوا الدنيا ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاة مع احدى الصفقتين لطبعا الفريق الاول لكرة اليد سيدات وان شاء الله ان شاء الله يقدروا انهم يفرحونا الموسم ده اشوف حضراتكم وحلقة جديدة من ملوك الصلاة في نفس المعايد زيوم الاثنين سلام عليكم اشتركوا في القناة